لما نأسألك عن أغلى لاعب في العالم فيا ترى تفكيرك بيروح لمين بالضب هل بتقول لك ريستيانو رونالدو ولا بتقول لي لا والله ليونيل ميسي أو ممكن ممكن تطق معك وتقول لي براهيموفيتش بس الحقيقة إن أغلى لاعب في العالم ما هو ولا واحد منهم وأنت غالبا ما تعرف فأفغى منك تسوي لنفسك كاسة القهوة وتجيب صحنة تمر وتنزل تسوي لايك وتشترك بالقناة وادع سجر الجرس عشان يوصل لك كل جديد ويلا مشينا من ديار السلام ينتمي اللاعب الأغنى في العالم لسلطنة برناي خليني عرفك الأول على سلطنة برناي أو ديار السلام اللي موقعها الجغرافي ممتاز جدا واللي تعتبر هي ثالث أكبر جزيرة في العالم ومساحتها حوالي 6000 كيلو متر دولة مسلمة سكانها طيبين وشعبها في غاية الثراء طبعا للحين أنت بتسأل نفسك وتقول كيف ناس في غاية الثراء وانت عمرك ما سمعت عنهم خليني أفاجأك يا صاحبي وأقول لك أن سلطنة برناي متوسط دخل الفرد السنوي فيها هو 93 859 دولار وتجي سلطنة برناي في المركز الثامن عالميا من حيث متوسط الدخل للفرد الواحد عشان كذا يا غالي بقول لك أن أغلب شعب برناي في غاية الثراء غير أن اقتصاد السلطنة قائم على أكثر من شيء ومنها أن السلطنة عندها احتياطي كبير جدا من الغاز الطبيعي ومن النفط ذا غير أن في صناعات كثيرة موجودة تدعم اقتصاد السلطنة مثل المنسوجات والأدوية والصناعات الغذائية وإنتاج الدواجن والبيض وأغلب شعب البرناي يشتغل في قطاعات البناء والخدمات ذا غير أن برناي على مستوى السياحة وصل عدد الزوار لها حوالي 35 ألف سائح سنويا وذا بسبب أن البلد نظيفة والحد كبير وشعبها مسالم وودود وفيه أمان في البلد وذا يخلينا نفكر في شيء مهم جدا أن ممكن اللاعب اللي حنا نتكلم عليه يكون من سلطنة برناي بس هي برناي أصلا عندها كورة يعني هم يلعبون كورة ذولي ناس جالسين في الذهب وقصر السلطان عندهم ما شاء الله ولا حوله ولا قوة إلا بالله مقبوب بموية الذهب فهل الناس ذي ممكن تكون مهتمة بالكورة خليني أقول لك يا صاحبي أنهم أي مهتمين بالكورة وهم مثل ما هم مسالمين مع السياح هم بعد مسالمين في الكورة يعني ينزلوا المباراة من هنا يلقم ستة وسبعة من هنا أغلى لاعب عندهم اسمه حكيمي زيت سيد وقيمتها التسويقية حوالي 200 ألف يورو فتخيل أنت المستويات عندهم شكلها كيف لكن في واحد مختلف عن كل الناس ذي وهو أشهر لاعب في تاريخ بورناي ذا ممكن يكون أشهر من بورناي نفسها فقبل ما أقول لك مين ذا أبغاك تسوي لايك وتشترك في القناة وتدعس جر الجرس وربي يكرمك بذهب كثير عشان تكون غني مثل المواطنين بورناي في يوم تسعة مايو سنة 1998 تحديدا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية انولد الطفل فائق جيفري بلقية واللي ما نعرف أمه مين بالضبط لكنني نعرف أبوه وأبوه هو أمير سلطنة بورناي فائق بما أنه من بورناي ولكنه ما عايش كثير في قلب السلطنة كان عايش أغلب وقته في الولايات المتحدة الأمريكية وكان تحت رعاية ولي أمره دينيس والس لاعب كرة القدم السابق في الدولة الأمريكية ولما انفائق صار عمره 11 سنة وفي عام 2009 بدأ يلعب كرة في إنجلترا في نادي AFC نيو بورجز وذا بعد ما انتقل مع ولي أمرا دينيس والس للمملكة المتحدة وبعدها بسنة واحدة بس انتقل لنادي ساوث هامبوتن الإنجليزي في فريق الشباب وبعدها راح لنادي ريدينج FC وبعدها راح لنادي أرسنال في 2013 فائق وهو عمره 15 سنة قدر أنه يمتلك أول لقب مع فريق القانجرز تحت 15 سنة في بطولة ودية اسمها بطولة كاس مدينة الأسد ضد نادي اختياري الشباب السنغافوري لكن في 2014 زي ما انت عارف كل مرحلة ولها نهايتها وهنا جات المرحلة اللي قرر فيها فائق أنه يترك أرسنال ويروح لغريمها التقليدي تشيلسي وعمره 16 سنة عشان ينظم لفريق الشباب وتبدأ رحلة صعوده مع الكورة وشهرته في سنة 2016 لما يوقع لنادي ستوك سيتي ويلعب في الدوري الإنجليزي وبعدها يروح لنادي ليستر سيتي ويلعب دوري الشباب معاهم سنة 2017 ولكنه جلس يلعب في الفريق الرديف لنادي ليستر سيتي وما ظهر ولا مرة مع الفريق الأول وهنا نبدأ نتكلم عن عائلة فائق بلقية اللي ما يعتبر لاعب كبير أو مشهور أو حتى لاعب قوي واللي يلعب الحين في نادي ريتشابوري افسي في تايلاند يعني حتى ما يلعب في أي فرق مشهورة أو حتى يلعب في دوريات مشهورة لكن سبب شهرة فائق إنه من العائلة المالكة لسلطنة بورناي وفي يوم 26 نوفمبر سنة 1954 سلطان بورناي لـ 28 عمر علي سيف الدين الثالث استقبل مولوده جيفري بلقية جيفري اللي بعد كذا موجود حكمه لسلطنة بورناي كوزير للمالية والنفط قدر بذكاءه وخبرته إنه ينقل سلطنة بورناي في مكان ثاني بعيد على المستوى الاقتصادي الرجل ذا حياته غريبة جدا يعني تخيل معي الرجل ذا تزوج 6 مرات وطلق أربعة منهم وعنده كم طفل يا ترى؟ عنده 19 طفل ما شاء الله عليك يا أخ جيفري ذا غير إنه كان ينقال إنه يدفع للحريم فلوس كثير جدا عشان تروح له بورناي عشان يسوون ممارسة البغبغان أبغى أقول لك بعد إنه احتفظ بحوالي 6 مليار و 250 مليون عنده في قصره لشوية سنوات كثيرة يعني عايش حياة السلاطين جدا أما عن ثروة الرجل الجميل ذا فهو عنده حوالي 2000 سيارة فاخرة سيارات مو موجودة منها في العالم ومصنوعة له بشكل خاص غير إن عنده فندق في باريس وفندق بيلر وفي عنده فندق ثاني في منهاتن في نيويورك وفنادق ثانية في لاس فيغاس وفي لندن ذا غير إن عنده واحد من أكبر شركات تصنيع الذهب والألماس في العالم وغير إن عنده واحد من أكبر اللي يخوت في العالم واللي مسميه باسم يخت الثدي جيفري زي ما أنت عارف هو والد فائق بالقية اللي تكلمنا عليه في بداية الحلقة ومثل ما أنت سمعت وشفت كذا إن الأب عنده من الفلوس والممتلكات ما تكفي شعوب كثيرة وهنا يتحول فائق بالقية من مجرد لاعب عادي ما أحد عارفه في العالم كله لأغنى لاعب في العالم فلوسه كلها وثروتها قدرت تسوي منه واحد من أشهر اللاعبين في العالم وفائق هو أغنى لاعب في العالم مو عشان مرتباته اللي يأخذها من الفرق أو حتى علشان قيمته التسويقية العالية أو حتى عشان هو معه حقود رعاية كبيرة فائق هو أغنى لاعب في العالم عشان أبوه جيفري اللي ثورته توصل لـ 24 مليار دولار وبس كذا لا تنسى تسوي لايك وتشترك في القناة وادعى الزر الجرس وانتظرني في الحلقات الجاية عشان أجيك بأشياء أغرب من كذا وسلام